الفعل المذارع مع ظمائر الغائب ظمائر الغائب المفرد المذكر هو المفرد المؤنث هي المثنى المذكر أو المؤنث هما الجمع المذكر هم الجمع المؤنث هن تصريف الفعل المذارعي كتب مع ظمائر الغائب هو يكتب هي تكتب هما المذكر يكتبان هما المؤنث تكتبان هم يكتبون هن يكتبن تصريف الفعل المذارعي درس مع ظمائر الغائب هو يدرس هي تدرس هما المذكر يدرسان هما المؤنث تدرسان هم يدرسون هن يدرسن التمرين الأول أربط الجملة بالضمير المناسب تسير رانيا على الرصيف يرافق أحمد أمه إلى السوق أبصر الولدان أرنبا وديعا طالعنا قصصا شيقة يركضنا هنا وهناك هن هما مذكر هم هو هي الإجابة تسير رانيا على الرصيف هي يرافق أحمد أمه إلى السوق هو أبصر الولدان أرنبا وديعا هما مذكر طالعنا قصصا شيقة هن يركضنا هنا وهناك هم التمرين الثاني أغير الأفعال الآتية من زمن الماضي إلى زمن المذارع هو رجع من السفر يرجع غدا من السفر هي لواحد بيدها لأبيها تلوح بيدها لأبيها هما هما رسما لوحة جميلة هما صنعتا لعبة خشبية هم ربيح الجائزة الأولى هن صعدنا السلام الإجابة هو رجع من السفر يرجع غدا من السفر هي لواحد بيدها لأبيها تلوح بيدها لأبيها هما رسما لوحة جميلة يرسمان لوحة جميلة هما صنعتا لعبة خشبية تصنعان لعبة خشبية هم ربيح الجائزة الأولى في النهاية يربحون الجائزة الأولى هن صعدنا السلام يصعدنا الآن السلام التمرين الثالث اكتبوا الفعل المناسب في الفراغ هن بجانب المريض يجلسن يجلسون يجلسون يجلسوا هم في قاعة الانتظار يترقبون يترقبن يترقب الإجابة هن يجلسن بجانب المريض هم يترقبون في قاعة الانتظار التمرين الرابع أكتبوا الفعل الوريد بين قوسين في المذارع وأكمل الفراغات رأيت في الحديقة العمومية النسوة جلس على العشب وهن مزح وتابع أبناءهن الإجابة رأيت في الحديقة العمومية النسوة يجلسن على العشب وهن يمزحن ويتابعن أبناءهن ترجمة نانسي قنقر